أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ بَحْشَسِنَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَكَدِينَ زُلْمَدَرَكْ كِبِرِلَنَرَكْ قَالَ Şöyle dedi مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum وَمَا أَظُنُّ السَّاعةَ قَائِمَ Kıyametin kopacağını da sanmıyorum وَلَئِنْ عُدِدْتُ إِلَى رَبِّي Şayet kopsa da Rabbime döndürülsem de لَا اَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Burada dünyada bana verilenden daha hayırlısını onun yanında bulmuş olurum dedi قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ Arkadaşı ona şöyle dedi وَهُوَ يُحَاوِرُهُ Onunla diyalog kurarak اَكَفَرْتَ اِنْكَارْ مِ اَتْتِينَ بِلَّذ۪ي خَلَقَكَ سَنِي يَرَطَنْ مِنْ تُرَابٍ Topraktan ثُمَّ مِنْ نُتْفَتِينَ Sonra da نُتْفَدَنْ يَرَطَنْ Yaratana Yaratanı inkar mı ettin? ثُمَّ السَّوْوَاكَ رَجُلَى Adam gibi adam yapanı inkar mı ettin? dedi arkadaşı لَكِنَّ فَكَتْ هُوَ اللّٰهُ رَبِّي O benim Rabbimdir فَكَتْ وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدَ وَرَبِّمَ Hiçbir şeye ortak koşmam diye devamlı söyledi وَلَوْلَى şayet olsaydı ya deseydin ya اِذِ دَخَلْتَ جَنَّةَكَ bahçene girdiğinde قُلْتَ şöyle deseydin ya مَا شَى اللّٰهُ مَا شَى اللّٰهُ لَا قُوْوَةِ اِلَّا بِلّٰهُ kuvvet güç yalnızca Allah'adır deseydin ya اِمْتَرَنِي فَاَسَى رَبِّي belki de رَبِّم اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرَنْ مِنْ cَنَّتِكَ senin bahçenden bana daha hayırlısını verebilir وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاهُ ve senin bahçene de gökten bir musibet indirirse indirebilir فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ ve senin bahçen o zaman da düz kurak parlak bir çöl arazi olur اَوْ يَا يُسْبِحَ مَا اُهَا غَوْرًا ya da senin arazinin suyu çekilirse فَلَنْ تَسْطِي عَلَهُمْ طَلَبًا onu bir daha aramaya gücün yetmez yapamazsın bulamazsın onu وَوْحِيْطَ بِثَمَرِهِ böylece onun ürünleri kuşatıldı فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ o da عَلَى مَا اَنْفَقَ فِيهَا o bahçe için harcadıkları masrafına karşı eline avuçlarını ovuşturmaya başladı وَهِيَ خَاوِيَتٌ عَلَى عُرُوشِهَا tarlası üzerlerine düpe düz çöktü bütün çadırları bütün kazıkları tamamen yok oldu وَيَقُولُ ve şöyle dedi يَا لَيْتَنِي ah keşke لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّ اَحَدَا Rabbime ortak koşmasaydım وَلَمْ تَكُلَّهُ فِيَتٌ artık onun için bir يَنْصُرُونَهُ ona yardım edecek bir grubu yoktur مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka وَمَا كَانَ مُنتَصِرَ o yardım olunacak da değildir هُنَا لِكَ الْوَلَا يَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلّٰهِ الْحَقُ ey peygamber onlara dünya hayatının örneğini ver ne gibi kemâin bir su gibi ki enzellâhu minessemâ gökten indirdiğimiz bir su فَا اَخْتَلَةَ بِهِي نَبَاتُ الْاَرْضِ ve yeryüzündeki bitkilere karışan suyun örneğini ver فَاَصْبَحَ هَش۪يمَنْ تَذْرُوهُ الرِّيَاحِ o sonra yüzgarın savurduğu bir yerde فَاصْبَحَ هَش۪يمَنْ تَذْرُوهُ الرِّيَاحِ yüzgarın savurduğu bir çer çöp haline gelir وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا Allah her şeye muktedir olandır